نحن نعرف رأي الدين في مثل هذه التصرفات بسم الله الرحمن الرحيم باعتبار أننا بدأنا الفقرة بما تحسدنا النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله ثم نهاجر على مستوى الروح والنفس والمشاعر إليه لنقطع هذه المسافة الزمنية الكبيرة أكثر من 1400 سنة ونعرض هذه المسألة عليه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الحقيقة المال العام جريمته أكبر من جريمة المال الخاص بمعنى لما واحد يسرأ واحد إذن فهو قد تجاوز في حق فرد أما إذا سرق 105 مليون إذن فهؤلاء جميعا يوم القيامة سيأخذون حقهم منه حتى وإن كان كما قال عليه الصلاة والسلام من كتمن مخيطا حتى وإن كان إبرة صغيرة يعني لو واحد خد إبرة من المال العام فإذن فخصيمه يوم القيامة من الشخص هي دولة والدولة تعني كل أفرادها فكل من تضرر من ذلك فلا شك أنه سيجده يوم القيامة على رأسه أين ذلك أين هذا الأمر وفي الحديث الصحيح كما علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين فيرفع لكل غادر لواء فكل واحد غدر وخاصة في مسألة الغدر العامة فيرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان وصدق النبي عليه الصلاة والسلام قال من كتمن مخيطا جيء به يوم القيامة وقرأ ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة وعليه هذه المظاهر السلبية التي نراها في مجتمعنا المتمثلة في استحلال المال العام بدوافع مختلفة لا شك أنها جريمة جريمة سرقة والسرقة جريمتها معلومة في القرآن الكريم ومشدد عليها وجريمة خيانة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون خيانة للأمانة خيانة للأمانة وخيانة الله وخيانة الرسول باعتبار أننا تمردنا على تعاليم الله والرسول باعتبار أن هذا الشخص انسلخ من الإيمان وانسلخ من تعاليم الإسلام وأماناتكم اللي هي فكرة المية خمسة مليون اللي هما حيقتصموه يوم القيامة ومثل هذه الزنوب ومثل هذه الأمور كبائر لا تغتفر إلا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها وإرجاع الحقوق صعب جدا هو اللي سرق طيار كغربية يرجعه إزاي مشكلة فإذن الجريمة دائما الجريمة التي لا تعرف ولا تستطيع أن ترجع فيها أو أن ترد حقها هذه الجريمة صعبة إذن فهو آثم مش آثم بس ده مشكلة كبيرة في مشكلة عظيمة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درها مع أنته ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فأخذ هذا من حسناتي وذاك من حسناتي فإذا ما فنيت حسناته أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرح في النار فإذن أي حد بيعمل هذا لازم يفكر مرارا وتكرارا على مستوى الإيماني في هذا الموضوع